أكدت وزارة التقافة أن الحضور الجماهيري الكثيف لعروض سينما الشعب يعكس ثقة المواطن في المنتج التقافي للدولة مضيفة أن المشروع يضم مجموعة من الأفلام الوثاقية والتوعوية والمعرفية وأكدت وزيرة التقافة إنس عبدالدايم أن سينما الشعب شهدت أقبالا جماهيريا كبيرا في جميع الحفلات الصباحية والمسائية خلال أول أيام عيد الأطحاب مختلف محافظات مصر يذكر أن مشروع سينما الشعب يتم تنفيذه بالقاهرة والمحافظات في دور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وتضم 14 موقعا ثقافيا في 11 محافظة خلال عيد الأطحاب